انتفض سكان حي الثورة بعاصمة ولاية البويرة ضد ما اسموه بمافيا العقارة وذلك بعدما قامت وكالة التسيير العقاري ببرمجة مشروع انجاز 40 مسكنا ومحلات تجارية وخدماتية على قطعة ارض تقع عند مدخل الحي الامر الذي لقي رفضا قاطعا من طرف السكان الذين طالبوا باستغلال هذا الوعاء العقاري لانجاز حديقة او ملعب جواري مساحة حي الثورة هذه مندها في سنة 1982 كحي نموذجي العقار هذا المساحة كانت اسباسفير في ذلك الوقت والسكون خلصوها نورمانو على اساس اسباسفير هنا يبتدأ ايضا لنا يا باطيمات وعلاش طالبوا من الحكومة يجرون الاسباسفير ولادنا ما كاشو ان يلعبوا كان لنعم تعلبنا هذا طالبوا احنا من السلطات يبنون الاسطاد ويبنون مسيحة خضراء بويرا قاعدهم اسطاد وين تروح ودوه سيكونت سيسا وين تروح نيكارا سوريكال وقال وش نهي ولا يروحوا يلعبوا اسطاد ويقولون حوما تعنا السكان طالبوا بافادي لجنة تحقيق وزارية للوقوف على تجاوزات الوكالة العقارية التي استحوذت من غير وجه حق حسب تصريحهم على وعاءات عقارية وبيع اخرى بطرق غير قانونية يكتنفها الغموض والضبابية مدير الوكالة نفى كل الاتهامات واكد ان مصالحه تصهر على تسيير العقار بالولاية بكل شفافية وحسب القانون وان المشروع السكني يتوفر على كل المعايير وشروط المنصوص عنها قانونيا قطع الارضية هذه اللي كنا قبلنا نتكلم عليها هي قطع ارضية كنا احنا ريكيبيرنا عودنا جبناها بعد تحويل خط كهربائي وكنا ادفعنا ثمن يعني تقريبا سبع ملاير سنتيم ذلك تصرفنا فيها بكل المقاييس وبكل الدراسات والمسادق عليها من كل مصالح التقنية اما فيما يخص الشطر الثاني القطع الارضية التي بيعت بيعت عن طريق الاشهار في الجرائد الوطنية وفتنا على الرنب يعني بكل شفافية وبحضور محظر قضائي هو اللي يفتح الأظرفة والدليل على ذلك كذلك هو ان الناس اللي شرعت هذا القطع الارضية هي ناس قاطنة في هذه التجزئة يسكنوا ثمان وبين رفض السكان لهذا المشروع بحجة افتقار الحي لمساحات خضراء واسرار مدير الوكال على تجسيده يبقى هذا الملف يعرف احتقانا كبيرا الى اجل غير مسمى